فعاش القلب اخلاقا وافرت تحومك الطيري تحلق في ثقافاتي وتنهل من روبى الخير شيخ مفتي حبيبي انا حزين لانني سوف يعيش بقية حياتي بلا ام انا امي توفت قبل خمسة اشهر او ستة اشهر والله العظيم انني الان اتمنى امي ان ترجع الى الدنيا من اجل ان اقبل قدميها لان ربى يقول because차�Allah سبحانه وتعالى says اللہ has decreed that none shall be worshiped besides him and that you shall do good to your parents إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما إذا كنت أحدهم أو بيضاهم يحصل لكي تصبح أول عادة في تحقيقاتك فلا تقول لهما أوف فلا تقول لهما أوف لهم تقولواواواواوارجم don't say off to them and don't use negative words with them say to them that which is beautiful filled with honor and lay for them the wing of mercy be merciful and kind towards them وقر رب برحمهما رب برحمهما رب برحمهما كما رب وياني صغيرا وقر لهم بقولل منا او رب عبارت لهم لأنهم الناس منا في حقيق تخلقوا وقت منا عندما إليم شوائحة صناعة وفاوالدين من خلالے، وفاوالدين ، وظائحة والدين من خلالهم لديها معافة نعمل جائعة ، فاوالدين من خلال حمودة مما مردى الآخر في عضا غير جائعة ، صحيحة الان ، وفاوالدين من خلالنا الله سبحانه وتعالى ربما كثير من الناس معنا الآن و أباه و أمه لم يدخل في الإسلام يقول أنه يمكنك أن هناك بعض الناس بعض الناس الذين يدخلون من المسلمين الله سبحانه وتعالى أمرنا أن نبررهما الله سبحانه وتعالى نحن 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 لهم أيضا ويقفل نحن 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 نشأنهم إذا لم يدخل في الإسلام فيجب عليك أن تبر أباك و أمك إذا لم يكن هناك مسلمين yet الله سبحانه وتعالى قال إنه مباشر لك أن تكون بحباً و بحباً لهم سبباً لأنه هو الذي أخذ ذات أباً لك أتا رجل إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله مَن أحق الناس بحسن صحابتي فقال عليه الصلاة والسلام سبباً لأمك ثم من ثم من فقال أمك فقال الصحابي من ثم من ثم من ثم من ثم يقول أبوك ثم نقول أيها بابا ثم której بابا فهل أنت لذا الشؤون هي صاحب لأمك هل أنت جيد اموك للأمك فهل أنت هل أنت أحسنت الصحبة لأمك من بين منظرين الذين سوف يحبب و 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 أنت هل أنت قد بررت بأمك و أبك شخص من بين منظرين الذين الذين قلالت الذين لذين your father و 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 يقول أنه يريد أن أرسل إليكم رسالة من رجل فقد أماه أريد أن أرسل لكم رسالة من رجل فقد أماه من رجل فقد أماه وفقد أباه ومن رجل فقد أماه أتمنى لحظة واحدة أردت أنهم يردون حتى أقبل قدمي لكي أمسكتهم لا إله إلا الله والسلام May Allah سبحانه وتعالى grant his parents جنة الفردوس and all those who've passed away and our parents too آمن عندي بشارة لشيخ منصور و لكل من فقد أباه أو أمه He says I have good news for شيخ منصور and for anyone who's lost their parents أن البر لا ينتهي بموafaة الأب والأم أن الصحيح والاقب الذين يردون في الدرس بالقبض والصحيح أن البر الحقيقي يبدأ بعد الوفاة لأن الأب أو الأم الذي في قبره الآن لا يستطيع أن يحصل على حسنات وأن يقوم بأعمال صالح لأنه في قبره فقد انقطع عمله إلا من ثلاثة صدق جارية علم ينتفع به علم صالح وَالْوَلَد في اللغة العربية يطلق على الذكر والأنثى فتستطيع أن تدعو لهم وأن تدخل لهم حسنات في قبورهم وأن تبر بهما حتى بعد لذلك لك تستطيع أن تدخل لهم بمشاركت في قبورهم وأن الله سبحانه وتعالى أن يغفر لآبائنا وأمهاتنا الأحياء منهم والأموات وجميع المسلمين وأن يجعل قبورهم روضة بالرياضة So we ask Allah subhanahu wa ta'ala to forgive all our parents and those who are alive and those who've passed away and to grant every one of us جنة الفردوس مهما فعلنا لآبائنا وأمهاتنا فإننا لا نعطيهم ولا حقا بسيطا من حقوقهم He says no matter what we've done in terms of goodness to our parents we would not have fulfilled their rights even in a small way أتى رجل من اليمن A man came from Yemen وقد حمل أمه في الحج على ظهره من اليمن إلى مكة على ظهره فرأى ابن عمر رضي الله عنه فقال يا ابن عمر So he says ابن عمر يا ابن عمر أتيت من أمي من اليمن إلى مكة على ظهره فأل أديتها حقها He says oh ابن عمر I brought my mother on my back all the way from Yemen to مكة المكرمة Have I fulfilled her rights قال ابن عمر لهذا الرجل ابن عمر رضي الله عنه said to this man ولا طلق من طلقاتها أثناء الولادة You haven't even gone through a small portion of what she went through when she just gave birth to you He says I end بقوله سبحانه With the statement of Allah سبحانه وتعالى وَقَضَى رَبُّكَ اللَّا تَعْبُدُو إِلَّا إِيَّا هُوَ بِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا Allah has decreed that none shall be worshiped besides him And that you shall be good and kind to your parents إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا اَوْ كِلَاهُمَا If either one of them reaches old age in your presence فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفِّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا Then don't even utter the term off to them and don't say anything negative to them وَقُلْ لَهُمَا وَقُلْ لَهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا And say to them, say to them that which is filled with honor and dignity, beautiful words of kindness and softness وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ And you need to lay the wing of humbleness and humility in front of them. وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ رَحَمْهُمَا And lay in front of them the wing of humbleness, humility out of mercy and pray for them that Allah have mercy upon them. Pray for them always that Allah has mercy upon them because they are the ones who brought you up when you were little. رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ Your Rab knows exactly what is in yourselves. إِن تَكُونُوا صَالِحِينَ If you are good and pious فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا Indeed Allah subhanahu wa ta'ala is most forgiving to those who often repent and return to him. بارک اللہ فیکم. موسيقى 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 شكرا